ولهذا يأتي الى خصائص شخصية العالم تحت عنوان ماذا فصل شنوه شخصية العالم اول خصوصية المكون الاولي الروح النقدية ما معنى الروح مو بالضرورة نقدية يعني هدمية لا يعني ان يسأل عن كل شيء ان يسأل عن كل شيء فاذا وجده قابلا للاثبات يثبته ويقويه بادوات جديدة دل علمية جديدة واذا لم يستطع ان يقف امام البحث العلمي ماذا يفعل يضعه جانبا فاهم ما يميز العالم في التفكير العلمي الحديث قدرته على ان يختبره التفيت جيدا مولا اعزا ما يدرون بانه وقعا بعضهم لا يعلم ماذا دا افعل انا هذا المنهج هو ما عنده شغل دكتور فؤاد زكريا بعلم الاصول ولا بعلم الفقه ولا بعلم العقائد ولا بعلم التفسير ولا بعلم العرفان مولانا ولا بالنحو ولا بالصرف ولا بالادبيات انا هذا المنهج وين دا اطبقه على هاي المنظومة الدينية بعدين فاهم ما يميز العالم قدرته على ان يختبر الاراء السائدة سواء على المستوى الشعبي اراء سائدة عند العرف ماذا والعرف ببابك والعرف ببابك او في الاوساط العلمية اي وسط علمي كان طبيعيا كان فلسفيا كان انسانيا كان في الجامعة كان في الحوزة كان بذهن ناقد يعني ماذا ها يبدأ بالشكل منهجي لديكارت يعني يقول كل شيء ماذا ها على بساط البحث لا ينقاد وراء السلطة القدم او الانتشار او الشهرة لسه هذا الرجال ما قاري علم الاصول ما يدري بانه الشهرة عدنا بيني وبين الله اللي يخرج مني يصير اهل البداع يصير لا ينقاد وراء السلطة القدم او الانتشار او الشهرة ولا يقبل الا ما يبدو له مقنعا على اسس عقلية وعلمية سليمة ولا يعني ذلك ان يقف المرء موقف العناد المتعمد من كل ما هو شائع لا يعاند لا موجكيل لا موجك كذا لانه بعد ذلك من خصوصياته ان يكون نزيها ان يكون ماذا ان يكون موضوعيا هذه مجموعة الخصوصيات مفت خصوصية في العالم وربما عاد الى قبولها اخر الامر بعد ان يكون قد اطمأن الى انها اجتازت هذا الاختبار اما لو تبين له ضعف او تناقض او تفكك في هذه الاراء الى ان يقول وكم من كشف علمي تحقق لمجرد ان عالما تجرأ على ان ينقد المسلمات الشائعة وكم من كشف علمي هسا هو دي يتكلم اين في العلوم الطبيعية ولا يعلم انه في العلوم الدينية ايضا كذلك نعم اول ما قالوه كفروه زندقوه ولكن فليخرج ذاك الانسان رأسه من القبر بعد مئة سنة يجد ان الرأي هو ماذا ها هو الرأي الشائع هو القائم وانذك الاراء صارت في سلة المهملات في سلة التاريخ انتهت وكم من هذه النظريات قليل اعزائي انتو الان اذهبوا انظروا ماذا فعلوا بابن عربي ماذا فعلوا بفلان وفلان ماذا فعلوا بملة صدراء ماذا فعلوا بالطباطبائي ماذا فعلوا بالمطهري ماذا فعلوا محمد حسين كاشف الغطاء ماذا بحلوا محمد باقر الصدير ماذا ماذا الى اخرين واراءهم الان ما هي اعزائي ها هي الاراء الرسمية في الحوزات العلمية تفتخر الان انك تفهم الميزان وفادي يوم كان هذا الميزان ماذا كتاب سني يقول كان كافما للسنة لانه فصل البحث الرواي عن البحث التفسيري يقول وكم من كشف علمي تحقق لمجرد ان عالما تجرأ على ان ينقذ المسلمات الشائعة ولا ينحني امام طغيان الانتشار او جبروت القوى قوى خصوصا القوى شنو الدينية ليش لانو هذه مسلحة بالله وراها ونار جهنة القوى الطبيعية والقوى الانسانية مسلحة شنو بالنار والسلاح والسجن اما هذول المسلحين شنو ها الله نار نار مخلد فيها قلت مينك وبين الله ولهذا انا قلت مرارا وتكرارا قلت بيني وبين الله اللي يعارض ينقذ الفكر الديني مباشرة يروح للنار اما اللي ينقذ الفكر السياسي يروح للجنة مباشرة الان اللي يعارضون الطاغوت ونرحون هسا هذولم طواغيت ولكن طواغيت ماذا طواغيت فكرية ارهاب ارهاب مو طاغوت ارهاب ولكن ارهاب ماذا ها واقعا ترهبون به لان هذا هو نص القرآن ترهبون به ارهاب فكري لو تقول له انت شنو مخلد في نارجة ارهاب اكثر من هذا الارهاب هذاك لا اقل يقول بابا اذا خالفت النظام المستبد ونروح بعديا احسنت كلهم يصفوا قوله الشهيد البطل مولا هذا شي يقولون يقولون ادفنوا في قبور كذا مو غير المسلمين ولا ارهاب اكثر من هذا الارهاب جيد قال التفت جيدا او جبروت القوى التي تدافع عن هذه المسلمات او امام تلك القوى التي تكتسبها الاراء السائدة نتيجة اعتياد الناس عليها زمنا طويلة وهكذا مع الاعتذار مولانا شوي طال البحث ولكنه مهم وهكذا اكدت فكرة التفت جيدا فكرة تحدي البديهيات والمسلمات انا مو فقط اتحدى المشهورات والاجماعات وحقكم في البديهيات ما عندي اشكال اما ان تثبتوا اما شنو تذهب الى سلة المهملات العلمية هذول الى الان كل ما سمعوه سمعوه مني في المسلمات والضرورات الى الان ما سمعوا مني اين في البديهيات وسيأتي في الوقت الاخرى قال وهكذا اكدت فكرة تحدي البديهيات والمسلمات قيمتها في مجال العلم الى الحد الذي شجع الكثيرين على نقلها الى مجال الفكر الفلسفي والاجتماعي والنفسي والسياسي واصبحت هذه الفكرة من اهم السمات المميزة لعصرنا الحال